أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية عشان يتابع الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية وقال إن كل مستشفيات القاهرة هتكون في حالة طوارئ خلال البطولة اللي هتبدأ يوم 21 يونيو القادم وهتختتم فيه 19 يوليو خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعليات البطولة وجه محافظ القاهرة رئيس هيئة النقل العام بإزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأوتوبيسات ولسق شعار البطولة بدلا عنها وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أوتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن أقامة المباريات